بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على السوري الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض الورشة التانية المحاضرة الرابعة ده على مستوى الورشة التانية على المستوى العام هنتكلم دين محاضرة تمنة بإذن الله تعالى على مستوى الثلاث ورش بإذن الله في البداية سامحوني اللي أنا اتأخرت عليكم في تسجيل هذه المحاضرة كنت على صفر بس وإن شاء الله بإذن الله تعالى مكمل معاك وكل أسبوع هنزل وكسب المحاضرات بحيث الناس تستفيد أكتر وأكتر بإذن الله هنتكلم النهاردة هنكمل الأدوات المجانية ونكمل الموقع اللي احنا كنا بنشرحه خلونا نتفق اتفاقك كده علشان أنا شايف الناس عندها شوق جامد وعندها اشتياق اللي هي عايزة تطبق بسرعة النهاردة ان شاء الله بإذن الله أنا حاول أخلص القوائم بتاعة الموقع يبقى كده أنا شرحت الموقع أنا بلف في القوائم علشان أعلم الناس إزاي يستفيدوا من الموقع ويتعاملوا معايا بسلاسة وهيبقى المحاضرة اللي بعديها ان شاء الله تطبيق كامل لتصميم قدامكو إزاي بصممه ويبقى معايا المعلومات ومعايا الأدوات أو التولز اللي موجودة في الموقع وبعد كده بنعمل آخر حاجة خطوة اللي احنا بعمل سيف من الموقع إزاي اعمل سيف خلونا ندخل على الموقع بتاعنا مع بعض كده ونشوف تكملتها إيه القوائم الباقية اللي احنا نشرحها مع بعض علشان نشوف تفاصيلها طبعا أنا مسجل بدخل لوجين اندخلت لوجين كده خلاص طبعا بدخل على التصميم اللي انا كنت بطبق عليه الفاضي اللي هي البلانكة اللي فاضي خالص بخش على الإيدت علشان أبدأ أطبق باقي القوائم بتاعتي طبعا زي ما انتوا شايفين هو أنا بدوس على الإيدت كده بفتح التصميم اللي انا كنت شغال عليه القديم هياخد وقت شوية معلش عشان الانترنت كده بدأ يخش طبعا شرحنا اللي فات هنبدأ نشرح القوائم اللي في الجنب بداية من قايمة جرافيك وإيه قايمة جرافيك دي إحنا زي ما انت بتشوف كده مجموعة جرافيك دي بيديك مجموعة طولز أو مجموعة أدوات جوا أو مجموعة آيكون أو غيره خلينا نتصفحها سريعا ونشوف إيه اللي فيها جوا جرافيك أربعة تبويبات جواها واحد خاص بالشيب واللاين لما نضغط عليه كده بيبدأ يفتح لك الشيب واللاين والشيب واللاين زي ما انتوا شايفين كده هي عبارة عن مجموعة النجوم مثلا مجموعة الدوائر زي ما انتوا شايفين أقدر أتعامل مع أي شيب بنزله القلب ده مثلا أعمل سحب بس لي وزي ما انتوا شايفين أنا أي شيب أو أي عنصر خلينا نتفق كده الأوبجيكت اللي بنزل أو العنصر اللي بنزل هنا بلى ليه تفاصيل فوق هنا اللي أنا بقدر أعمله قبي منه يعني أنا عملت قبي منه وأقدر أعمل بس تبقى عندي اتنين أقدر أعمله قد خالص أشيله أقدر أقف عليه وعمله دليت أقدر أعمله لك ودي مهمة جدا علشان في الإنفو جرافيك هتلاقوا العناصر كتيرة جدا ممكن تبقى عناصر كتيرة واحنا مش شايفينها بعد ما تخلص عنصر تيجي تحركه يحصل معك مشكلة فأنت بتعمله لك علشان ما يتحركش منك وانت بتصمم باقي العناصر تقدر تقف على اللون بتاعه زي ما تشايفين كده أنا كده بغير اللون بتاع العنصر بتاعي طبقا للألوان اللي أنا مختارها أو اللي أنا عايزه زي ما تشايفين كده والألوان هي بغير فيها أقدر أعمله قباستي شفافية يعني منها يبقى كده اتفقنا لأي عنصر من العناصر دي لخصائص فوق أقدر أعمله لينك لما أضغط كده أقدر أحطله URL يعني لما تيجي تقف على العنصر ده وتضغط عليه نقلك لموقع تاني أو نقلك لصفحة على الانترنت وده هيبان معنا وإحنا بنعمل export للملف الexport بيعمل لك export pdf بيبقى فيه interactively زي ما تشايفين كده أقدر زي ما تشايفين أخلي عنصر ولا عنصر عنصر قدام عنصر اللي هي عملية الإرسال الباك والحاجات دي زي ما تشايفين ده عنصر وراه وهكذا يبقى أنا دخلت عناصر زي ما تشايفين أقدر أعمله العنصر نفسه أعمله في ليب يمين وشمال زي ما تشايفين كده ببدأ أتحرك معاه يبقى كده المسطرة اللي فوق دي زي ما تشايفينها هي خصائص لأي عنصر خلينا نرجع للجرافيك ونشوف الشيب يبقى كده عندي الشيب مجموعة الشيب المعتادة اللي كلنا عارفينها بنرسمها ومجموعة اللاين اللي أنا أقدر أعمل اللاين بالشكل ده هتلاقي طبعا في بعض العناصر بتفتح حاجات أكتر علشان ده عنصر اللاين لما فتح بصه معي فتح لك خصائص اللاين نفسه انت عايزه يبقى صولد ولا عايزه يبقى دوت نقط ولا إيه فهتلاقي كل عنصر من العناصر اللي أنا بتعامل معها من القائم اللي على اليسار بيبقى ليه خصائص ممكن تزيادة عن خصائص التاني ده أول حاجة في الشيب خلينا ندخل في حاجات أمتعة اللي هو شغل الايكون خلينا ننزل تحت شوية كده بس ده الايكون زي ما انتو شايفين كده هنا مديك مجموعة ايكون جميلة جدا تقدر تستفيد منها بالشكل اللي انت عايزه يعني شزي ما انتو شايفين اي ايكون أنا بحتاجه بضغط عليه ده شكل تلاجه ده شكل مايكرويف مثلا ايكون كل ما تقلب كده او تتفرج على الايكون هتلاقي ايكون تعجبك وهتفيدك في التصميم اللي انت محتاجه وفي هنا حاجة اللي انت تقدر تعمل سيرش بالاسم طبعا بالانجليش على مثلا كار مثلا انا بعمل كار اهو تمام كده تمام نزلي كار كار انا عايزこれで اعجز الايكون اللي على شكل كار تمام اللي علك شكل سيارة انا هستخدم سيارة مثلا هعمل كده اهو ساحتها زي ما انتو ش scene فاقدر كده اللي انا ابحس بالاسم بتاع الايكون اللي انا عايزه او اقدر لو انا مش ابحث هتلاقي هنا في مجموعة تبويبات هو هتتغالق مبوابها طبقا للتصنيف بتاعه animals, food, education sport, technology لعني لما تخشي technology هتلاقي هنا حاجات خاصة بالتكنولوجي لابتوب وغيره وغيره تقدر تستفيد منه فدي مجموعة الايكون اللي انت تقدر تشتغل عليها او تختارها تختار الايكون اللي انت عايزه بنقطة مهمة الكالر بتاعها تقدر تلاقي فيها كالر مختلفة والمونو ده اللي هي بيبقى solid اسود كده عشان في بعض الناس بتبقى محتاجة الايكون باللون الاسود مش ملونة فميديك تلات اختيارات حسب ما انت عايز تختار اللي انت عايزه فيه زي ما انت شايف هنا اول طبعا هتلاقي اسود والمقلون هنا كالر بس ملون بس وهنا مونو اللي هو الاسود بس زي ما انت شايف عشان انا عايزه اسود فدي مجموعة ايكون جميلة جدا بقدر استفيد منها هنا بقدر اتعامل معاها زي ما انا عايزه فدي برضو هتلاقي مجموعة الايكون اي ايكون لي خصائص فوق هتلاقيها متشابهة مع بعديها او مختلفة خلينا ندخل في الفوتو الفوتو ده زي ما انت شايف خلينا ننزل على البلانك الفاضيه اللي تحت دي الفوتو زي ما انت شايف هنقدر فوتو طبيعية طبعا وعلشان قلتلكم في الاول البرنامج بيديني اللي انا اقدر اعمل برزنتيشن واقدر اعمل بوسترز وغيره فعشان كده حاطتلك الصور بساعات الصور دي ما بتبقاش جميلة في الانفو جرافيك واختيارها صورة زي ما انت شايف كده انا اخترت صورة هو اخترت الصورة التانية دي مثلا طب في بعض الناس هتسألني طب هو حاطتلي صور جاهزة هل انا اقدر اجيب صور من برة نعم هتقدر تجيب شايفين علامة الزائد دي علامة الزائد دي بتدوس عليها add you image تضغط كده بيفتح لك التبويب اللي تحت جرافيك اسمه upload upload ده بيديك اللي انت تقدر تسحب كل دي صورة انا سحبها منبرع على فكرة اقدر من خلال browser image كده اقدر افتح جهاز الكمبيوتر بتاعي كان لين اجيب لكم صورة كده اقدر اسحب جهاز الكمبيوتر كان لين نسحب دي كده سحبت صورة هي بدأ التحمل زي ما انت شايفين كده انا سحبت صورة منبرع خالص منبرع الجهاز زي ما انتو شايفين كده تمام فكده بيديني اللي انا اقدر اسحب اي صور اي اي ايكون اي حاجة انا عايزة منبرع مش موجودة متوفرة من هنا وبيديني حد 40 ميجا في النسخة الفري بيديني space انا اقدر ارفع ليه صور لحد 40 ميجا في النسخة الفري وبيعلي طبعا طبقا للنسخة اللي هي مدفوعة المقابل هنرجع تاني للجرافل يبقى كده احنا عارفنا الصور وغيره طبعا الصور هتلاقيها برضو معمول لها تبويبات وتصنيف طبقا ليه الشغل الخاص بيكو اللي هي خاصة بالصور بالنوع بتاع الصورة اي سيكوريتي غيره غيره زي ما انتو عايزين طب هننزل تاني التبويب الرابع اللي هو فوتو فريم لو ضغطت على الفوتو فريم كده بيديك مجموعة فريم زي ما انتو شايف لو انا وقف على الصورة دي وعايز اخليها في الفريم ده زي ما انتو شايفين كده شايفين يعني مديني خليني اطلع خليني افضي الصورة بس كده قدامكو علشان تشوفوا الفريم انا ضغطت على الفوتو فريم كده ده مدينيك فوتو فريم بالشكل اللي انتو شايفه كده لو انا ضغطت دابل كليك عليه هقدر اغير الصورة شايفين هنا فتح لي ايه فتح لي هنا اقدر اسحب صورة تاني عليه او اقدر ارجديه خالص تمام هسحب الصورة ازاي اهي انا كده لجيتها خالص هقدر اجيب صورة من هنا خلينا ننسحب الصورة انا نزلت فوتو فريم هون معايا فسحبت صورة عليه اقدر اسحب صورة تاني كده حسب الفريم اللي انا مختاره ممكن اختار فوتو فريم تاني مثلا بشكل تاني هتلاقوا فيه كتير تقدر تستفيد منها في الشغل بتاعك بتاع الانفو جرافيك مثلا الحاجات الكارتوني مثلا الحاجات اللي هي خاصة بالارقام مثلا ادي هو انا سحبت راقم او زي ما انتوا شايفين رجعت على الفوتو مثلا للصور بتاعتي صوري معلش خلوني اسحب عليها شفتوا الرقم تلعي ازاي فبقدر العب كده فبيديني الفريم وبيديني الفوتو فريم اللي هي زي برواز للصور مجموعة كبيرة جدا تقدروا تستفيدوا منها في التصميمات بتاعاتكم تقدروا تعملوا بها تزيين للتصميمات بشكل جميل ده التبويب الاولاني اللي هو الجرافيك التبويب التاني اللي هو الابلود واحنا لسه شايفينه دولاتي اللي انا بقدر اعمل عن طريق برواز ايميج اللي انا اقدر استورد اي صورة من برا زي ما انا عايز لما اتغط على برواز ايميج اقدر اجيبها من على الكمبيوتر بتاعي ودي بتساعدني اللي انا يبقى عندي حاجات متوفرة تساعدني في شغل كتير بإذن الله تعالى لو جينا عند الباكجراوند خلينا فضي بس ده وخش على التبويب بتاع الباكجراوند كده علشان نخلص التبويبات واسبكوا تتعاملوا معاها وبعد كده ترجعوا لي في التطبيق على الشغل كله بشكل جميل ده مجموعة باكجراوند هو حتطالك طبعا الباكجراوند اي باكجراوند لأي تصميم مقسمة الجزئين ممكن تبقى باكجراوند كالر يعني الوان او ممكن باكجراوند ايميج يعني انت حاطت خلفية ايميج كالر دي يعني عادي انا وقفة على الجزء بتاع التبويب ده اقدر من هنا اختار اي لون شايفين اختارت اي لون كده باكجراوند عادي اللي هي لون طب انا مش عايز اختار لون انا عايز اختار يبقى خلفية خلفية ممكن ااخد من الخلفيات اللي جاهز عنده كده معايا سوائني بس هي مظهرتش ليه اهي معايا انا كده اتحمل بس شوية اضغط عليه كليك كده هو عملها لك باكجراوند خلفية زي ما انت عايز بالشكل ده طبعا بعد الناس هتقولي انا ممكن اجيب من بره هقدر عن طريق ابلود اقدر اجيب من بره زي ما انا عايز ومحتاج طبعا في الانفو جرافيك ما برجحش اللي انا اخد خلفية تكون كاتمة شوية تكون الخلفية بسيطة وسمبل عشان تبقى حاجة كويسة وطبعا اقدر اخف في الخلفية من هنا من البستي وانا هنا اقدر يبقى الخلفية بتاعتي نازلة خفيفة كده حاجة بشكل الشكل فدي البيجراوند زي ما انتوا شايفين لتختارها لون لتختارها تبقى بكجراوند ايميج في التبويب التالي التبويب الخاص بالتيكست وبالنصوص اللي انا اقدر اكتب تيكست ودي حاجة مهمة ناس كتير تسأل عليها وسألت عليها في الاسئلة التيكست عندي سابتايتل 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 تو يعني مقسمها لك حسب الشكل فبقدر اضغط كده هاقدر اكتب عربي دعنا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم بس العربي مشكلته بس الحاجة الوحيدة اللي هتلاقي الفنتات بتاعته مش كتيرة يعني هتلاقي هو الفنت اللي شغال ده عليه وخلاش اقدر دلوقتي اتعامل معه زي ما بتعامل مع الوردة بالضبط في التنسيق بتاعه اللي انا اقدر اخفف المقاس بتاعه بالشكل ده اقدر اعمله محزايمين وشمال وفي الوسط وهكذا زي ما انتم شايفين انا حطيت تيكست عشان الناس سألت على التيكست العربي فطبعا انا اقدر اعمله سابتايتل او اعمله سابتايتل تو يبقى انا عندي عنوان وعنوان رئيسي وعنوان فرعي منه هي دي فكرة السابتايتل والبادي تيكست اللي هو لو انت عندك تيكست بالشكل ده يبقى انا اقدر زي ما انتم شايفين كده اقدر اختار تيكست واكتب فيه التيكست كل اللي انا بعمله يكتب بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده انا اهو اختارت التلاتة مش كده وبس هو مديني كمان تيكست فريم خلوني اقريكم تيكست فريم شكلها ازاي عشان تبدأوا تجربوا الشغل بتاعكو خلينا نفضي خالص الايكون ده ده تيكست فريم اقدر انزل شكل جاهز كده واكتب على التيكست بتاعه اهو شلتوت مثلا هو عشان الناس تعرف اللي هي بكتب عربي تمام بالشكل ده يبقى انا عندي مجموعة من الايكون هو هتطالي او التيكست فريم اللي هتطالي اقدر اكتب جواها تغير الشكل بتاعي تديني شكل للانفو جرافيك برضو كويس مش وحش بس اختيارك هو المهم يبقى انا عندي مجموعة ادوات مجموعة الادوات اللي انا بختارها دي هي اللي بتساعدني اللي انا اعمل انفو جرافيك جميل وان شاء الله باذن الله المحاضرة القادمة باذن الله هنكمل مع بعضك تطبيق عملي اللي انا اشتغل قدامكم تصميم كامل واخرجو بشكل انفو جرافيك محتاج من الناس بس الفترة دي تجرب كل الايكون تتعامل معايا هتنزلها عشان لو في اي مشكلة ظهرت مع الناس تبدأ نتفاعل فيها معا في الجروب وغيره وغيره التولز بتاعتنا دي هتكلم فيها المرة القادمة باذن الله يبقى كده القوائم خلصت بتاعتي يبقى نقصني التولز نقصني التطبيق العملي باذن الله ونقصني ان انا ازاي نزل التصميم على جهازي او اعمله شيرنج اي موقع من المواقع ارجو ان تكون المحاضرة بسيطة وتتفاعلوا معايا وسمحوني باذن الله تعالى في التأخير على انزال هذه المحاضرة المحاضرة مجمعة لكل ما على الموقع علشان اشتياق الناس اللي هي تطبق بسرعة استنوني المحاضرة الجاية باذن الله تعالى تطبيق عملي على البرنامج لاخراج انفو جرافي كامل ثابت باذن الله تعالى مش اوصيكو اشتركو في القناة انشروا الفيديوهات علشان الناس تستفيد اكتر واكتر باذن الله تعالى وتفاعلوا معايا وان شاء الله اشوفكو المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة